بسم الله الرحمن الرحيم تختلف من فترة زمنية الأخرى طبعاً بتبقى بداية فترة الخصوبة بتبقى من سن 15 أو 18 سنة أو الفترة بتاعت التنشيط أو المبيض ممكن تستمر من 18 لغاية 42, 43, 44 سنة كل سيدة طبعاً بتختلف في الفترة الزمنية المسؤولة عن التبويض من سيدة لأخرى يبقى إذاً العمر عندي بيبدأ يحدد لي خطة العلاج اللي أنا لو دخلت لأنه ممكن هتقولي عن إيه 18 سنة تدخل للحقن مجهاري في بعض الناس بتعتقد أن الدخول للحقن مجهاري لازم يكون السيدة دي عدة عمر معين لا إحنا ممكن نكون سيدة متزوجة عندها 20 سنة وتلجأ إلى عملية الحقن مجهاري ليه قد يكون هناك مشكلة في السائل المنوي للزوج في ضعف في عدد الحيانات المنوية أو في انعدام للحيانات المنوية وبالتالي فرص الحمل الطبيعي قد تكون منعدمة وبالتالي هيكون الحل اللي هو الحقن مجهاري في بعض السيدات قد تكون تعرضت لجراحة زي زيدة أو التهبات المهبلية المتكررة عملت انسيدات أو التصاقات في الأنابيب وبالتالي عملت إعاقة في كيفية وصول الحيوان المنو إلى البيضة وبالتالي هتكون فرص الحمل الطبيعي عندها منعدمة أو قليلة وبالتالي بيكون الخيار لها هو الحقن مجهاري إذن عمر 20 سنة اللي احنا بننبع عليه بتختلف الخطط العلاجية وأدوية التنشيط عن عمر 37 سنة فترة الخصوبة تظل ممتدة بكفاءة حتى والرسول إلى سن 37 سنة بعد سن 37 سنة تظل فترة الخصوبة موجودة ولكن طبعا بتقل وده حاجة طبيعية في الجسم البشري إذن اللجوء إلى الحقن مجهاري مباشرة بيكون الخيار الأمسل أنا ممكن هذا الخيار أن أنا قبل ألجأ لهذه السيدة أنها تستنى سنة واثنين وثلاثة عندي سيدة عندها عشرين سنة ما عندهاش مشكلة هي وجوزها وعندهم تأخر حمل في هذا التوقيت ممكن أقول للسيدة ديها استني سنة واثنين وثلاثة ما فيش مشكلة خالص هترجعني وعندها 23 سنة هتبقى برضو ما زالت في فترة الخصوبة بتاعتها ولكن السيدة اللي عندها 37 سنة أو عندها 39 سنة وتزواج في سن متأخر هنبدأ أنه لها استني سنة أو اتنين وثلاثة تدخل في سن الأربعينات بالتالي تبقى فرص حدوث الحمل عندها قليلة وبالتالي عند لجوء هذه السيدة في فرح مرحلة مبكرة بعد الزواج مباشرة إلى الحقن المجهاري هيكون هو الخيار الأمسل وبالتالي تبقى ليسة بالنجاح عالية ده مش كده وبس هذه السيدة بترغب في إنجاب طفل أو اتنين فعندما تدخل للحقن المجهاري وهي عندها 37 سنة أو 38 سنة وربنا وفقها في هذه العملية وتمت بنجاح هتبقى بعد الحمل والرضاعة هتبقى عندها 40 سنة هتبقى في فرصة تانية أن إحنا ما ضيعناش عليها وتدخل في الحقن المجهاري في مرحلة تانية وتقدر تذهب إلى جنين تاني أو طفل تاني وبالتالي لو أنا انتظرت لهذه السيدة اللي قد سنة 40 سنة أو 41 أو 42 سنة يبقى أنا حتى ما دخلها على الحقن المجهاري هتبدأ النسب النجاح بتاعتها تقل وفرصة أنها تنجب طفل أو زيادة أو طفلين أو ثلاثة يعني أكثر من طفل هتبقى الفرص بتاعتها أوليلة جدا فلازم هنا التوعية والثقافة الطبيعة تبقى موجودة يعني لازم السيدات اللي بتفرجوا علينا يفهموا أن العمر والفترة الزمنية المسؤولة عن الخصوبة هي محدودة بتوقيتات معينة وبالتالي لا مزيد من الانتظار ولا مزيد من التردد في اتخاذ القرار كثير جدا من السيدات بيعدوا 3 أو 4 سنوات عشان يبدأوا ياخدوا قرار الحقن المجهاري وغالبا بياخدوا في مرحلة متأخرة وغالبا بيكون هذا الطبيب المعالج اللوم على هذا القرار بدري جدا ولكن التفكير والتردد وانتظار الحمل بصورة طبيعية هم اللي بيخلوهم يأجلوا هذا القرار وبالتالي لحنا الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها النهاردة للسادة المشاهدين انه لابد استشارة الطبيب ولابد من ان احنا نقول كل المعلومات الطبية للطبيب المعالج ولابد ان احنا نبدأ الطبيب يتناقش معانا ونبدأ نستمع الى النصيحة الطبية الموجهة الينا واحنا صناع القرار في الاخر يعني انا دوقتي جيت عند الطبيب استمع اقول له اللي انا عايزاه يعمل لي صنار يعمل لي فخصات وبنان على الاشعة التليفزيونية والتحليل بتاع الدم بيبدأ هذا الطبيب من وجهة نظره ومن الخبرة الطبية اللي هو يتمتع بها نتيجة رؤيته الكسير جدا مثل الحالات المشابهة او حالات مشابهة زي حالتي وبالتالي بيكون القرار مع الطبيب المعالج يبقى احنا بننصح السادة للمشاهدين انه الفترة الزمنية للخصوبة وعمر السيدة هم عاملين رئيسيين في كيفية اتخاذ القرار واللجوء الى الحق المجهد اسم سماح يسري وزني مية وعشرة بطولي مية اتنين وخمسين صنزر بعاني من سمنا مفرطة واللي حامل اتأخر بسبابها والدكتور قال لي لازم اخس حاولت كثير مع الرجوم ما عرفتش فشلت وشوفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة وشوفت الاوزان الكثير اللي عملها والحالات السحية عشان انا بعاني من الروماتيزم على القلب ومشاكل في الكب وروحت له وطميني وراحت بحالتي ورد جنبي وان شاء الله هعمل عملية قريب تكمين معدى واشوفه قريب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري الحقيقة طبعا احنا النهاردة في مجموعة من العملات كتير جدا فيه تكميمات فيه تحويلات التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مصر الى 12 هي من ضمن العمليات اللي تهدف الى انقاص الوزن الحقيقة طبعا وصدها سماح وزنها 108 كيلو احنا مش لازم يكون وزننا فوق 160 كيلو فوق 200 كيلو عشان نبتد نعمل عملية لا احنا طبقا للأعراف الطبية كلها ان معامل كتل الجسم لو اسامنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من 35 ونكون بتارينا نشتاكم من السمنا ساعتها نعمل العملية يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو وطوله 150 سنتي ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو فما ما نستنياش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو فحنا النهاردة هنوريكم اوزان كتيرة جدا وعمليات كتيرة يعني فرايتس كتيرة جدا لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنة ما تتمكن مننا حد ما نكون اصبنا بالضغط اصبنا بالسكر اصبنا بمشاكل في الانجاب اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى لكن معظم الاوزان ويمكن فيه احاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم يعني فيه ناس ممكن تترفض من شغلها او تطلق يعني فيه ناس بتجنة كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعية قد تصل الى الطلاق ومشاكل اجتماعية قد تصل الى يعني بيت بيجتماعيا بيبقى فيه مشكلة عشان كده احنا العمليات انقاص الوزن هي عملات فعالة بتجرى خلال منظر خلال فتحات صغيرة اقامة يوم او اقل من يوم يعني اقل من يوم ان شاء الله بيكون يعني في بيتك بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عايدة لان هي طبعا عمليات بالمنظر التكميم المعدة من العمليات السهلة هنتشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنتمنك عليها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عمليات تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوزن بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوبيديين او جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بتستهلك وده ده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات او سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية الدباسة دي كوبيديين هم مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلع وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبوس اللي هي بتخلصينها طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجشور ده ادفانست بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديدت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله اللي اعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم يتشال بالنسبة قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهازة ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودهم استيز ما فيش اي نزيف ما فيش اي مشاكل الامور بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها للنهاية العملية بعد كده بندخل جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو اخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عازل الجزء هي دببست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا اللي عملية سهلة جدا في خلال عشر دقايب يتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما اورناكو عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلنا باستخدام الدباسات اللي احنا همرناه لكم الدباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمن وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي دا المعدة اللي هتتشال على المنظر دا تسألونا طبع احنا منطلعها اززاي من برتطوط اللي هي خلال فتحة الاثنين سمتي وبنشفط السواء اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورت الصغير عشان ما نعمش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من تسريب في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضبط جيمد يعني بنحاول نعمل المعدة بنخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب زي ما احنا شوفنا كده المعدة اللي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت ضبط عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا وزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترام المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت ما فيش دبوس طوالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني يعني نوقافه اثناء العملية ما نسيفش العليان للظروف ما بعد العملية بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم سماح يسري عندي خمسة وعشرين سنة وتوني مية اتنين وخمسين سنتر لسه عاملة العملية حالا تكميم معده مع دكتور كريم صبري وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام واي حد يا حبيب يعمل العملية ما يخافش ما فيهش خطورة وكله تمام وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية ومهما اقول مش هقدر اوصف شكر لدكتور كريم صبري وزي ما كنا مع بعض النهاردة شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم معده هي عملية سهلة تجرب المنظر خلال فتحات صغيرة هي بقى لها فترة قصيرة جدا ما بعد العملية انت بالك قدية تقريبا بقى لها ساعتين المفروض بتتماشى دلوقتي بعد ست ساعات بتتشرب تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعة بتترواح البيت احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعية بسكر دايت وعصائر كيور لمدة اسبوع 10 ايام بعد كده العشرين يوم بقيت الشهر الاول بنمشي على الاكل يعني يفضل ان هو يكون ممضوع كويس جدا بندلهم تعليمات واضحة جدا ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام يعني بكرة تراح بالسلام البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا لو في اي شغل ممكن تسوق تتحرك ممكن يعني تمارس حياتها الطبيعية عادي جدا في خلال 3 ايام عايز اوصل رسالة اقول ان عمليات السمنة سواء تكميم المعدة زي ما شفت معنا النهاردة او تحويل المسار او يمكن عمليات اصلاح الفشل جراحات السمنة السابقة كلها جراحات تجرب المنظار هي جراحات امنة الريهابيليتيشن زي انتم ما انتشوفين جميل جدا يعني الامور عادية جدا مفيش فتح جراحي خالص احنا كل العمليات تجرب المنظار حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيرة زي ما هتشوف بعد شوية كل الحاجات دي بتتعامل بالمنظار خلال فترات صغيرة جدا قد لها تتعدى الساعة من بداية البنج لنهايته الافاقة وبعد ساعتين زي ما انتشايفين الامور سهلة جدا وبنتنمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم سماح يسري عندي خمسة وعشرين سنة وزني قبل العملية كمية وعشرة في خلال ثلاث شهور بعد عمل العملية خسيت خمسة وعشرين كيلو فارغوا معي كتير في كل حاجة في شكلي وفي لبسي وفي طريتي وفي كل حاجة بقيت اقدر اتحرك بقيت اقدر امشي ومبسوطة جدا بالنتاج دي ومبسوطة جدا باللي انا وصلت له وكان عندي رماتزم على القلب ما بقيتش اشتكي منه ورماتزم على رجلي ما بقيتش اخد البنسلين ولا اي حاجة وبشكر الدكتور كريم انه هو في جنبي وغير الحياة الاحسن مساء الخير مشاهدينا معاكم دكتورة ان امحاوي من الفريق الطبي لساينو ماسي هير برحب بحضراتكم مشاهدينا مع حضراتكم دكتور احمد رشاد احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير الشعر اللي بيقع على طول الفراغات الشعر التالف الباهت اللي هو دايما تبقى البنت او الست متضايقة من شكلها طبعا معروف ان الشعر ده تاج السيدة فان هي تبقى نفسيتها وحشة بسبب شعرها ده بيقزمها نفسيا جدا بتبدأ ان هي تلمه مش عايزة تخرج مش عايزة تظهر فطبعا احنا هنا في ماسي هير او ساينو ماسي هير قدمنا لها الحل الحل انه هو احنا علاج متكامل باكتيف انجريديانت كلها طبيعية مفيش فيها اي كيميكا الكمباوند بالنسبة للتقنية المستخدمة في تصنيع ساينو ماسي هير هي تقنية النانو تكنولوجي وطبعا ده اصبح اتجاه على مستوى العالم كله في مجال الصناعات الدوائية وبشكل خاص في مجال صناعات مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر تقنية النانو التكنولوجي تم توظيفها في انتاج ساينو ماسي هير في اتجاهين الاتجاه الاول هو تنقية المواد الخام اللي دخلها في تصنيع ساينو ماسي هير وده اداني في النهاية مواد خام على قدر عالي جدا من الجودة ومن النقاء الاتجاه التاني وهو تصغير حجم الجزيئات في ساينو ماسي هير وده بيعزز كتير جدا من مفعوله وبيسرع من انتصاصه خلال فروة الراس وبالتالي بيقدي بشكل كبير جدا لظهور مفعول سريع لساينو ماسي هير حاجة تانية جودة المواد الفعالة اللي دخلها في تصنيع ساينو ماسي هير وده لانها من مصادر اوروبية فرنسية والمانية وطبعا زي ما كلنا عارفين طبعا ان فرنسا والمانيا من الدول اللي بتستخدم تقنيات حديثة جدا في مجال التصنيع الدوائي وفي مجال تصنيع المواد الخام اللي بتدخل في الصناعات الدوائية وده في النهاية بينعكس على جودة المنتج النهائي لساينو ماسي هير وده بيخليه يضاهي المستويات والمعايير العالمية بالضبط كده دكتور احمد احن نقدر نقول لساينو ماسي هير هو منتج من اقوى المنتجات في السوق وفي العالم علشان الاكتب انجريدينت الجواء المواد الفعالة اللي جواء هنتكلم طبعا بالتفصيل على المواد الفعالة احنا عندنا لسيكس اكشنز اللي هما رقم واحد ان هو بيمنع تساقط الشعر بيمنع تساقط الشعر ازاي ان احنا عندنا مادة فعالة قوية جدا بتعالج صلع الوراسي وهي سالبالميتو السالبالميتو ده عبارة عن نبات طبيعي طبعا احنا كنا متفقين انه مافيش اي تدخل كيميائي ده نبات طبيعي بييجي من امريكا بيعمل ايه بقى النبات ده لول السالبالميتو بيحفز البصيلات احنا اهم حاجة عندنا البصيلات اللي هي بتطلع الشعر بيحفز البصيلات ويوصل الدم للفروة الراس تاني حاجة طبعا هو بيعالج الصلع الوراسي الصلع الوراسي ده حاجة مهمة جدا بتقرق سيدات ورجال مش صلع الوراسي بس في الرجال اللي فيه في السيدات لانه هو حاجة جيناتك يعني هي حاجة جينية فهو بيحللنا المشكلة دي تاني حاجة انه هو بيعزز نمو الشعر الناس تيجي تقول لك أنا شعري ما بيطولش بيقف في حتة معينة وما بيطولش بعدها طيب أنا عندي مادتين أساسيتين في تطويل الشعر المادة الأساسية رقم واحد هي الكافاين الكافاين بيعمل إيه؟ بيزود بلات سيركوليشن يعني بيوصل الدم بكمية كبيرة لفروة الرأس فبيغزيها طبعا أنت يا دكتور أحمد كنت قلت قبل كده أن احنا عميه بالنانو تكنولوجي يعني احنا مصغرين بارتكلز جدا أنها بيحصل لها امتصاص وابزوربشن عالي قوي فروة الرأس فالحالة دي أن أنا بستفيد من المواد الفعالة دي أن هي بتخش بتغزيلي الشعرية طيب الكافاين ده بيعمل إيه؟ طبعا لما احنا قلنا أنه هو بيزود البلات سابلاي غير أنه هو بيزود دورة حياة الشعرية 33% أنه هو كمان بيحسن البصيلات وبيزودها وبينشطها بنسبة 46% وإن إحنا نزود البصيلات دي أو ننشطها بنزود الكسافة إزاي بقى بتزود الكسافة؟ إن بيحصل إن الفالكل دي أو البصيلة دي بدل ما بتطلع شعرية واحدة لا بتطلع كذا شعرية فإنت بتلاقي نفسك إن شعرك بقى كسيف وفي نفس الوقت بيطول إنه وصل له الغذاء الكامل ثالث حاجة الكسافة والنعومة بتحصل من إيه؟ إن أنا عندي الألوفيرا الألوفيرا ده اللي هو صبار طبعا الصبار ده عمل ضجة كبيرة جدا في منتجات التجميل إن كان بشرة إن كان شعر دخلت في الميكب دخل في كل حاجة الألوفيرا ده بيعمل إيه؟ هو ليه حاجة قوية جدا إن هو أنتي بكتيريا يعني مضاد الفطريات والبكتيريا ده بيعاني منه كتير جدا الستات المحجبات أو الناس اللي عندهم أويلي سكن اللي هو يعني شعرهم دهني بيبقوا ماشيين في الشارع زي ما بنقول كده يعني إن هم تراب الشارع كله بيبقى في فروة الرأس فطبعا دي حاجة مهمة جدا أو سبب رئيسي إن شعر يقع وفي نفس الوقت بيكون إشرة طيب أنا الألوفيرا عندي بيعمل إيه؟ أول حاجة إن هو أنتي بكتيريا بيشير البكتيريا وفي نفس الوقت بيعالج الإشرة هي سبب رئيسي إن هي توقع الشعر وبرضا كنا تكلمنا قبل كده عن المحجبات المحجبات ما فيش تهوية كافية وفي نفس الوقت ممكن يكونوا غسلين شعرهم ويلبسوا الإشارب بعد كده تلاقي إن الكتمع أو اللي يقفلوا على فروة الرأس بيحصل بكتيريا عشان ما فيش هوا فده بيعالجهولي بلس بقى أهم حاجة هو بيعملها إن هو بيعمل كوتينج بيغلي في الشعراية من أول الروت لغاية الأطراف بحيث إن هي بتبقى مور فليكسابل بتبقى طرية ما تيجي تصرح شعرك طبعا بيبقى بسهولة جدا شعرك ما بيتقصفش هو بيتقصف من إيه؟ إن هو بيبقى دراي إن هو بيبقى لنهايات بتتقطع فأنا عندي دلوقتي بيزود الإلاستيستي غير إن أنا يعملي كوتينج أول حاجة هيحميني من أشعة الشمس هيخليني أعرف أسلك شعري كويس جدا هيخليني شعري يطول نعومة فأنا بلس كمان إن هو فيه فيتامين A وC وE وده أنتي أكتسينت أنتي أكتسينت ده دكتور أحمد هيشرحونا بعد كده في الأكتف إنجريدجينت اللي جاي تكمالا لكلام الدكتور آن الـ 6 أكشنز اللي بيتميز بيهم صينوماسي هير عندي الأكشن الرابع اللي هو تغذية الشعر طبعا أوقات كتير إحنا بنلجأ لعدد كبير جدا من منتجات العناية بالشعر عشان أقدر أضمن تغذية صحية وسليمة للشعر سينوماسي هير هيغنينا عن كل ده لأن البساطة سينوماسي هير عن تريء التركيبة الفريدة والمواد الفعالة اللي دخلنا في تركيبه هيوفر لنا الغزاء الكافي والسليم اللي يضمن نموه الشعر بشكل صحي وبشكل قوة من ضمن المواد الفعالة اللي دخلها تكوين سينوماسي هير استخلص طبيعي من النباتات اللي هو الرزميري الرزميري ليه كذا وظيفة في سينوماسي هير الحاجة الأولى أنه هو بينشط بصيلة الشعر تاني حاجة أنه بيعزز وبيحسن من جودة الدورة الدموية في فروة الرأس وده بيساعد على وصول غزة بكمية كافية للشعر وبالتالي برضو بيعزز نمو الشعر تاني حاجة أنه هو ليه تأثير مضاد للميكروبات والفطريات وديه من الحاجات اللي بتأثر بشكل غير مجاشر في تساقط الشعر وبالتالي أنا لما بمنعها بمنع تساقط الشعر حاجة تانية الرزميري وديه حاجة تم إثباتها حديثا عن طريق الدراسات إن الرزميري ليه تأثير في منع ظهور الشعر الأضيض اللي هو بيظهر مبكرا في الناس الصغيرة في السن وديه دراسات اتعاملت مؤخرا وتم إثباتها علميا حاجة تاني من المواد الفعالة لدخلة في تصنيع ساينوماسي هير البنسينول البنسينول طبعا من الحاجات اللي كلنا أكيد سمعنا عنها البنسينول ليه كذا وظيفة في ساينوماسي هير أولا إن هو بيحفز النموه برضو بيحفز بصيلة الشعر بيحفز للدورة الدموية وبينشط هالي وبرضو بيقدي إلى وصول كمية كافية من الغزاء للشعراء حاجة كمان إن البنسينول بيعمل طبقة واقية أو بيغلف الشعراء ودي الطبقة دي بيبقى لها وظيفتين الوظيفة الأولى إن هي بتحمي الشعر من العوامل الجوائل المختلفة والعوامل اللي بتساوي بالتلف تاني حاجة إن هي بتديلي حجمه كسافة للشعر نقدر نقول بنسبة 10% من حجم الشعراء هتكلم عن طريقة استعمال ساينوماسي هير هي سهلة جدا ما فيش فيها أي حاجة أنت بترشي من 4 إلى 6 مرات بخات في اليوم يفضل يكون مساء بتدليكي فروط الشعر كويس أو بشرط إن تكون فروط الشعر نشفة بنيجي على الأماكن اللي فيها صلع وراسي أو تكون ما فيها الشعر شوية زيادة هنبدأ نرش مرة الصبح ومرة باللييل عشان ناخد الماكسمام إفاكت هنبدأ نلاحظ طبعا إن ما فيش تساقط بعد الإسبوع الأول من بعد الإسبوع الثاني والثالث حيبدأ يظهر البيبي هير بس إحنا عشان نعالج صلع وراسي فإحنا مهتمين أكتر إن إحنا نعالجه ياخد معانا وقت الوقت ده في حوالي 6 شهور ده للصرع الوراثي عايز أقول حاجة برضو بالنسبة للروتين أو العناية بالشعر إحنا بعد ما هنحط عينوماسي هير إحنا مش هنخسل شعرنا بعدها مش هنخسل شعرنا لإنه هو أصلا أنت ما بتحسيش فيه ملمس ديتي لا خالص ما فيش ملمس دهني تماما إنتي عادي هتعيش هاتك طبيعية جدا هترشي هتقاضي بيه كم يوم الطبيعي إن إحنا بنخسل شعرنا ممارتين لتلاتة لو أويلي لو مش أويلي هنسيبه يومين يعني هنخسل شعرنا بعد يومين أو هتخسيه مرتين في الأسبوع فإحنا كده هناخد الماكسمم إفكت إنه هيبقى هايلي أبزورب زي ما دكتور أحمد قال إن إحنا عميه منانو تكنولوجي فهو هيختارك المسام فهنستفيد منه بس أنا بتكلم إن إحنا لازم نسيبه شوية على الشعر يعني ما نخسلش الشعر كتير قوي في المعدل الطبيعي علشان إحنا لازم برضو إزيوت الطبيعية تطلع للشعر ماسي هير كمان فيه يعني إنه هو سبري وإنه هو بالنانو تكنولوجي والحاجات دي كلها دي أدانتج ليه بقى إنه أنا وفرت على البيشنط حاجات كتير قوي وفرت إن أنا معرضتوش إنه هو هياخد فيتامينز تابلت يا أقراس أولاً فيه ناس تشتكي من معدتها ثانياً أثبتت علمياً إنه فيه أدوية أو فيتامينز للشعر بتطلع شعر زايد في الجز تبدأ البيشنط دي أو المريض يروح يعمل جلسات ليزر يدفع فيها ألاف حاجة تانية إنه هي بتدخن لأنه هو بيبقى تحت مسمى مكمل غذائي فتبدأ البيشنط تدخن نخش في دايرة مغلقة إن هي تخنت فجالها سترس وبعد كان شعرها يقع وعايز أأكد حاجة تانية برضو إنه إحنا لازم نلاحظ ونشوف أنا شعري بيقع هل أنا عندي أناميا ولا لأ فلازم نلاحظ الحتة دي كويس قوي هل أنا في أناميا هل أنا في نقص معادن معينة هل في مثلاً عندي غدة درقية الحاجة دي مهمة جداً إن إحنا نكتشفها عايز أتكلم برضو في حاجة تانية إن ماسي هير ممكن تستخدميه مثلاً للأطفال اللي هما من سن 16 سنة اللي هما بيروحوا التمرينات تمرينات السباحة طبعاً كلنا عارفين إن الكلور بيشبك الشعر أو هو حاجة غير صحية جداً للشعر إتي بتروشيه على الشعر طبعاً بما إنه فيه جريسلين وبانسينول وفيه كل اللي إحنا قلناه وقالوفيرا وكل الكلام ده كله فهيسهل جداً التسليك بتاع الشعر من غير ما يتأصف عايز أقول إن ماسي هير ما بيأثرش خالص خالص على لون سبغة مثلاً أنت عاملاها لو أنت عاملك الياتين ما بيأثرش عليه ولا الكلام ده كله بس أهم حاجة تكوني متأكدة من نوع السبغة اللي أنت حطها تكون فري أمونيا تكوني متأكدة من شامبوه بتاعك ما يكونش حاجة ما جلت المصدر علشان نبقى ناخذ العيلي effect والمكسبة من effect بتاع ماسي هير تقال بيطرح نفسه لنا كلنا دلوقتي هل سينو ماسي هير بيتعارض مع أي منتج من منتجات العناية بالشعر الإجابة هي إن سينو ماسي هير لا يتعارض مع أي منتج من منتجات العناية بالشعر بل بالعكس سينو ماسي هير بيحمينا من الأثار الضرة لكل المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر بالنسبة للتأثير اللي بنشوفه من ساينو ماسي هير طبعا زي ما ذكرنا قبل كده نتيجة استخدام تقنية النان التكنولوجي واللي ساهمت بشكل كبير في تصغير حجم بزيقات ساينو ماسي هير المفعول بتاع ساينو ماسي هير بيبتدي يظهر بشكل سريع جدا بنبتدي نلاحظه من اول اسبوع وده في حالة تساقط الشعر بنبتدي نلاحظ ان تساقط الشعر بيبتدي يقف تماما طبعا مشكلة كبيرة بتقابلها عدد كبير جدا من السيدات اللي بتمر في فترة الرضاعة اللي هي طبعا تصاقط الشعر وده مشكلة شائعة جدا ساينو ماسي هير هو يعتبر الحل الامسل للمشكلة دي لانه بيعود الشعر الغزاء اللي نقصه نتيجة فترة الرضاعة اللي بتمر بها السيد الطريقة الوحيدة للحصول على ساينو ماسي هير هي الاتصال بالارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة بيبصلكم مندوبنا لحد باب البيت شبكة مندوبنا بتغطي كل انحاء الجمهورية في نطاق القاهرة المنتج بيوصلك في نفس اليوم خارج نطاق القاهرة المنتج بيوصلك تاني يوم الكل سنتر بتاعنا شغال على مدى 24 ساعة لتلقي تساؤلاتكم واستفساراتكم حابب ألخص كل اللي قلناه عن ساينو ماسي هير في جملة واحدة ساينو ماسي هير بيعتبر مركز متكامل للعناية بالشعر تم تصغيره في زجاجة 200 ملي وفي النهاية بحب أشكر خضراتكم على حسن المتابعة شكرا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنًا بعشر سنوات من الأولى من ماسي دورو جولد ستظهر مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين يارا اختارت المركز الطبي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة اختيار صح يا يارا ليكي والكل أصحابك أنا عندي حبوب وهالات وروحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت إن أنا عالج بشورتي واشيل كل الحاجات اللي فيها أنا عملت تلك جلسات في المركز الطبي وصلت النسيجة اللي أنا كنت عايزاها ووضي تماما عنها أحب أشكر المركز الطبي وده كتفر لي فيه وكل صحاب اللي قالوا دي عليه قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ورجعنا مرة تانية واحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جهازين مهمين جدا في عالم التجميل جهازين يعتبروا من أحدث الأجهزة في مجال التجميل دلوقتي واللي بينفرد بهم الحقيقة المركز الطبي وكل أجهزته طبعا تعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم لكن لما نيجي نتكلم مثلا على حاجة زي جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنقول أن المركز الطبي رقم واحد في مصر في الأجهزة دي وعنده أحدث الأجهزة الموجودة سواء لو كان جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنتكلم عن الجهازين دول بالتحديد لأنهم يعني محققين نجاح كبير قوي وناس كتير بتسأل عنهم وعاوز تعرف معلومات أكتر عنهم مع ضفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي إزيك يا دكتور هشام الحمد لله تماما عامل إيه؟ الحمد لله أنتوا دلوقتي عاملين قلبين جامد قوي وبعدين أنا كل ما قابل حد يقولي إيه العروض والخصومات والحاجات الجامد قوي اللي المركز الطبي عاملها معقولة الكلام ده؟ معقول طبعا بص يومنا هو كان مشكلة كبيرة قوي لما كان بيجي لي حد مثلا ويدخلك وانت تشوفي أنه هو محتاج حاجة فيبقى العاق الوحيد في الموضوع كله المادة يعني هو محتاج مثلا يعمل جلسات بلازما يعمل جلسات نظارة فيلر كل أي حاجة زراعة شعر أي جهاز جهاز الهايفو حتى وهو عاوز يعمله وهو محتاجه فعلا بس المشكلة الرئيسية عنده هي المادة فإحنا كان دي حاجة بتأثر فينا جدا وبتضيقنا جدا فإحنا اتكلمنا كأطباء الاصطف الأطباء اللي موجود في المركز الطبي مع إدارة المركز على موضوع العروض وكده فلقينا استجابة فعلا سريعة جدا ومن إدارة المركز في موضوع العروض اللي احنا منزلينها إدارة المركز عملنا عروض عشان فترة العياد الربيع وعشان قرب دخول رمضان إن احنا عندنا الكشف مجاني تماما المريض ما بتفعش أي حاجة عندنا بيجي يشوف هو محتاج إيه بالزبط سواء كشف عادي أو محتاج جلسات الجلسات عندنا عليها ديسكاونت 50% والدسكاونت حقيقي قبطو 50% ليه بقولك حقيقي؟ لأن فيه ناس كتير قوي قبل العروض يبتدي يرفع الأسعار وساعة العرض ينزل للسعر الطبيعي احنا الحمد لله ما عندناش كلام ده نهائي احنا بنقول العروض بتاعتنا حقيقية فعلا والتجربة خير ودليل العروض قبطو 50% فيه حاجات عليها العروض بتصل لـ 50% حقيقية فعلا بيدفع نص قيمة الخدمة اللي هيخدها فيه حاجة جديدة كمان بقى مع إدارة المركز فيه عروض خاصة جدا للعرايس ده حلو خلي بالك دخلين على رمضان والعيد وفترة الأعياد دي بيبقى فيها أفراح كتير وناس عايزة تستعد وأي عروض أعتقد هتستعد هتستعد من دلوقتي يعني لو هتعمل جلسات أو هتعمل ليزر أو هتعمل أي حاجة تبدأ تعملها من دلوقتي لأنه خلاص رمضان بظلوكو خلاص هو إحنا برضو مش عاوزين حق يعني نتزنق في الوقت عشان الموضوع ده بياخد شوية وقت إحنا الباكيج اللي إحنا عاملينها للعرايس فيها إزالة شعر فيها جلسات نضارة للبشرة جلسات ميزو هير وميزو سيرابي للشعر فيها إزالة التصبغات من الجسم كله المنطقة الكعين والرجبتين الخشونة اللي بتبقى فيهم والتصبغ اللون الغامل اللي بيبقى فيهم إحنا عاملين باكيج كاملة للعرايس الجداد ده من المركز الطبي ده إكسيكلوزيف للعملاء بتوعنا الأردام والجداد والعرايس الجديدة اللي إن شاء الله هاتشرفنا يريد يبتدوا يتواصلوا معنا من دلوقتي عشان يبقى فيه وقت على الأعياد إن شاء الله ما فيش بعد كده بقى خلاص ما فيش بعد كده عروض وخصومات وتجهيزات لأي عروسة فده شيء لطيف منك وجدا واقتراح جميل أعتقد أنه هو هينول إعجاب كثير من الأستاذ المشاهدين إن شاء الله خلينا نتكلم عن الجهازين اللي إحنا قلنا نتكلم عنهم النهاردة الهايفو ده من أحدث الأجهزة الموجودة دلوقتي وفيه كتير قوي مبسوطين منه يا دكتور هشام وجهاز إزالة الشعر بليزر والحقيقة أنتو بتنفردوا بأن أنتو عندكو أحدث جهازين في السوق موجودين دلوقتي خلينا نعرف يعني إيه هايفو هو باختصار هايفو هي كلمة اختصارها اللي هو موجات فوق الصوتية عالية القوة مركزة بتشتغل إيه وظيفتها أن هي بتحفز الجلد أن هو يبتدي كون كولوجين وإلاستين جديد بدل الكولوجين وإلاستين القديم عشان يبتدي يحصل له ليفتنج يتشد ده شكل جهاز الهايفو اللي احنا بنستخدمه زي ما بقولك هو بيحفز الجلد عشان يكون الكولوجين وإلاستين عشان يبتدي يتشد ويرجع لي وضو الطبيعي تاني هو جهاز الهايفو هو ببساطة كده أنه هو بيعمل ليفتنج بيرفع الجلد المتراخل وبيخلي الفاين رينكلز اللي هي الفاين والميديم رينكلز التجعيد الخفيفة والمتوسطة تختفي عن طريق جهاز الهايفو ده عن طريق الجلسات الهايفو يعني هم بيستخدم في شد التجعيد البسيطة والمتوسطة عند أي حد بقى سواء رجال أو سيدات بزرق بتبقى عبارة عن جلسات ولا هي جلسة واحدة؟ بيعملها ده بيفور وافتر لها شو فيه ده بيشتغل على الدقن كويس قوي أبروف من منظومة الصحة والأغذية الأمريكية أنه هو بيشتغل على الدقن والدبلتشين تراهولات الرقبة بيشتغل على كويس قوي بيحصل شد للجلد طبعا النتيجة بتبقى جزء المريض بيشوفه وهو طالع من عندنا من بعد الجلسة على طول وجزء تاني في خلال ثلاث شهور لست شهور بيحصل فيه تحصل أنتوا شايفين يا جماعة الفرق بين الصورتين أنا عاوز أقول لكم أنه الفرق ده من جلسة واحدة جلسة واحدة بجهاز الهايفو عملت الفرق ده يعني يا دكتور هو بصراحة هو الفرق كبير بس ممكن في ناس تقولك معقولة؟ ده جلسة واحدة تعمل كده؟ جلسة واحدة بتعمل كده وبيفضل العين يتحسن في خلال ست شهور من ثلاث لست شهور بيحصل عن هي كاملة جزء بيشوفه هو بعد الجلسة على طول وبيفضل يتحسن لغاية ما يوصل لست شهور أنا عاوز أقولك كمان أنه هو بيستمر معاه من سنتين لثلاث سنوات ياه؟ ليه؟ الجلسة بتقعد كم ساعة؟ يعني يعني يقعد جلسة بتخضوط؟ من خمسة واربعين ديئة لساعة كاملة للجلسة يعني مش تلاثة أربع ساعات؟ لا 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 من خمسة واربعين ديئة لساعة بنعمل شد للوجه والرقبة يعني دي جلسة مكسفة ويعني بيجيب النتيجة دي ده حلو ده ده في ناس عندها خطين هنا ولا خطين هنا ندايقنهم ده ده تختلفه في ثانية بيجيب بيجيب نتيجة كويسة قوي بس هو أنت بتشوفي جزء من النتيجة وبعد الجلسة على طول والجزء بعد كده بيتحسن لغاية ست شهور طيب إحنا معنا فيديو تقريبا لجهاز الهايفو طيب نشوفه يكمل بعد إذنك على الشاشة عشان نعرف الفكرة إزاي أو التكنيك إزاي هو بيبقى كده ده البروب بتاع الجهاز الهايفو وده طبقة الجلد احنا بنقول إنه هو بيشتغل على عمق 1.5 ميلي 3 ميلي 4.5 ميلي يعني ده الجهاز بنعمل أبياكيشن ده أول طبقة بيشتغل عليها إنه هو بيدي نباضات بيفرغ طاقة على بعد 1.5 ميلي من سطح الجلد بنغير البروب ده تغيير البروب بيبتدي لدي أعمق شوية ده طبعا على حسب كل حالة يعني شو فيه بدأ يزود العمق بتاع النباضات اللي احنا شغالين بيها فيبتدي يدي بدل ما كان بيشد الجلد بس لا بيشد الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد والعضلات كمان يعني اللي تحت الجلد كمان فهو ده التقنية بتاعته ده طريقة شغله ده البروب وده مقطع من الجلد وده بيشتغل بقى على الطبعات الخارجية والمتوسطة والعميقة الهايفو شامل العرض في العرض شامل العرض شامل العرض في المركز حلو بس انا عزقل برضو يعني العروض ديت مش بتبقى موجودة على طول يعني احنا برضو اكيد طبعا يعني بتبقى فترة معينة بمناسبة معينة وخلاص فاللي يلحق بقى يلحق بالضبط وفيه ناس اشتغلوا معنا قبل العروض وطبعا مش عاوزهم يزعلوا لان العروض ديت احنا بنقدمها حاجة جديدة لناس وإحنا وإحنا ان شاء الله بنوبا نعمل يعني ايه زي جلسات كده للناس اللي عملوا الخدمات من قبل مثلا ما يبقى فيه عرض هم طبعا يجلنا ويشرفونا وياخدوا العرض كامل ونديهم كمان اوفرز اكتر كمان طيب هل فيه بقى استعدادات معينة لموضوع جهاز الهايفو ده او سن معين بصي مفيش اي استعدادات لجهاز الهايفو مفيش سن بس احنا عادة بنقول انه من سن 18-20 سنة للي 50-60 سنة مفيش اي مشكلة في الهايفو وفيه ناس بتعمل هايفو من غير اي من غير اي سبب يعني ما يكونش مثلا فيه ترهولات شديدة ولا حاجة لا لمجرد النظارة هي مثلا بنت عندها 25 سنة عاوزة تشد البشرة بتاعتها عاوزة تحس ان البشرة افضل بنعمل جهاز الهايفو مالوش اي اعراض جانبية ومالوش اي مشاكل مالوش اي مشاكل خالص بنأكد على كده ولا ليه اعراض ولا الوش مثلا هيحصل له حاجة ولا اي حاجة ولا اي حاجة خالص بيجي بنحط كريم مخدر موضعي لمدة نص ساعة بعد كده بنشيل الكريم بنبتدن نشتغل بجل موضعي برضو بنعمل الجلسات بتقوم من عندنا بنستخدم كريمات ملطفة لمدة يومين لتلاتة يام بعدها وما فيش اي حاجة بينزل شغله من تاني يوم على طول او بتنزل شغلها من تاني يوم على طول انا عجبني الموضوع ده جدا واعتقد انه هيلاقي استحسان الناس كتير بصي 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 هو الهايفو بالزبط بيعمل شغل الخيوط بس بدون ابرة يعني في ناس الخيوط احنا بنشتغل معها بتدي نتاجها هيلة جدا طبعا الخيوط دي تلاها غنى عنها في ناس ما بتحبش الان وفي فرق طيب بينه وبينها طب يعني طب ايه الفرق طب انا ايه اللي يخليني يعني ايجي اولاد وقت طب انا ايه اللي يخليني خيوط وفي مثلا هايفو هل فيه حالات بتستدعي يعني فيه ناس بتختارها للهايفو فيه ناس بتختارها لها خيوط طبعا فيه ناس بيبقى الموضوع المعاوم كبير في بيبقى الالاج الأمثل اليوم الخيوط لكن الموضوع اقل شوية بيبقى الهايفو طيب فيه ناس مثلا مشكلة عندهم انهم ما بيحبوش شكل الابرة بيخافوا من شكل الابرة وهي بتخش الجلد معنا على فكرة برضو انا عاوز ااكد على حاجة ان تركيب الخيوط ما فوش اي ألم ولا اي حاج خالص بس فيه ناس ما بتحبش موضوع الابرة ده فبيبقى الهايفو هو الحل الأمثل اليوم يعني وبنفكر تاني انه هو للتجاعد او الخطوط البسيطة او المتوسطة مش التراهلات بقى الجامدة دي دي خيوط دي شق خيوط وممكن والتراهلات الجامدة ممكن ما ينفعش مهارخ يوتيوب الحل الجراحي هو الامثل ليهم يعني يقوم بالزبط هو حسب تقييم الطبيب اللي الحالة بيكون ازاي تاني حاجة عاوزين اتكلم معناها قبل ما الفقرة تخلص وبرضو جهاز هايل جدا وعن تجربة ناس كتير انا شخصيا اعرفهم هو جهاز الهيريموفل او ازالة الشعر بالليزر انتو عندوكو جهاز خطير يا دكتور جدا يعني نتايجه فعلا مبهرة وبعدين فيه نيزة انه بيفتح المكان اللي بيتشال منه الشعر ده حييي ده حييي بصي يومناه هو نجاح اي جهاز بيبقى على كذا عامل العامل اول هو الافيكسي بتاعته هو درجة التأثير بتاعته على الحاجة اللي احنا عاوزينها تاني حاجة ايه الاعراض الجانبية بتاعته كل ما قالت الاعراض الجانبية ده بصي ده صورة حقيقية من الجهاز اللي عندنا في المركز اه هو ده الجهاز اه الهايفو ده الليزر يا جماعة ده جهاز سوريليزر ومعاها وحدة التبريد بتاعته اه وحدة التبريد دي حاجة اساسية في الجهاز دي اللي مخليها الجهاز فعلا بيدي نجاح كويس قوي ليه لان انا زي ما بقولك الجهاز مؤسر ما فيه اجهزة كتير مؤسرة بس فيه اجهزة مؤسرة وفي نفس والمشكلة بقى ان يبت لها اعراض جانبية لا وسريع اه بالضبط سريع من اول جلسة الواحد يشوف نتيجة بس مش معنا كده انه يوقف لا طبعا لأ هبنعمل موضوع ده في جلسات اه وكل ما احنا بنشوف ان هو محتاج جلسات اكتر بياخد جلسات اكتر عشان يدي النتيجة المطلوبة ماهنا ممكن اعمل جلسة وبعد كده اه يخيف شوية الشهر بس يرجع مرة تانية لا احنا بنعمله على جلسات بيبدي نتائج هيلة جدا بصي هو اقل جهاز موجود في السوق في الاراضي الجانبية بتاعته معظم المشاكل بتاعت اجهزة الليزر الحروق يعني فيه ناس يقولك انا رحت اعمل ازالة الشهر وحصل لي حرق ده ما فهوش كلام ده خالص لا ده ما فهوش كلام ده لان معايا من احسن وحدة تبريد موجودة في الاجهزة اللي موجودة في السوق ده بالعكس ده بيفتح بالضبط تاني حاجة بقى انا عاوز اقولك ان الجهاز ده بيفتح فعلا الاماكن اللي فيها اصلا اشوفت بعيني نتائج عشان كده انا باتكلم انا شوفت بعيني نتائج الجهاز بتاعك وبتاع ازالة الشهر ده بيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها فعلا ده حقيقي بدون اي تأشير وبدون اي حاجة يعني هو بيدي دابل اكشن بيشيل الشعر فعلا وبيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها والموضوع بيبقى جلسات بقى عشان نعرفهم يعني اشرح لهم موضوع ازالة الشعر بالليزر ده بيتعمل ازاي وهل في استعدادات معينة هل في محاذير معينة بعدها طبعا دي صور دي صور اه دي صور طريقة شغل الجهاز طبعا هو اي حاجة بيبقى لها استعدادات ان احنا المفروض بنبقى شايلين الشعر بشفرة مش بسويت ولا كريمات بنستخدم بعد الجلسات زالة الشعر مفروض ان انا ما بشلش الشعر دي تاني مرة تانية فيه ناس ممكن تشيلها ملقاط او اجهزة تانية اللي هي بتشيل الشعر ده ما ينفعش لان ده طبعا بيقلل تأثير الجهاز احنا الجهاز بيشتغل على مادة المادة الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر بيموتها عن طريق الطاقة اللي بيفرغها فيها فانا لو شلت الشعر بعد ما ضربتها بالليزر فانا بسمح ان هي تكون شعر تانية مكانها فطبعا ده ممنوع خالص ان انا يعني خلينا اقولها لهم ببساطة اي حد عاوز يعمل او مقبل او هيقبل على جلسات زالة الشعر بالليزر اول حاجة يعملها انه الشعر قبل ما يروح ما يتشالش بالطرق التقليدية اللي انتوا عارفينها يتشال عن طريق الشفرات بحيس انه الجدر يفضل موجود لانه جهاز الليزر بيستهدف الجدر بتاع الشعرية فاذا لو شلناها بالطرق التقليدية طبعا هنشيل الجدر فمش هتجيب نتيجة تاني حاجة لما تعملوا لو بدأتوا في الجلسات ممنوع استخدام الطرق التقليدية برضو خلاص يعني ما نستخدمهاش خالص بيبقى برضو الازالة عن طريق الشفرات او الشيبين هو مش هتحتاج ان هي تستخدم شفرات لانه هو بيقع بعد شوية لو بين الشهر يعني لو طلعت كام شعرية بين الجلسة والتانية ما تتشالش يعني اهم حاجة تحتفظوا بالجدر عشان في الجلسة اللي بعدها الليزر هيشوف بيشوف الجدور المهم جدا الليزر بيشتغل على الصبغة الموجودة في بصيلة الشعر نفسها وعشان كده دايما نقول ان هو بيشتغل على الشعر الغامق الأصمر والجري بدرجة أقل شوية الشعر الأصفر بيبقى بدرجة أقل خالص الشعر الأبيض للأسف الليزر ما بيشتغلش عليه فإحنا بنشتغل دايما على البصيلة بتاعة الشعر فعشان كده ما نشيلش البصيلات الشعر بالطرق التقليدية اللي احنا عارفين طب وكويس جدا لانه انا اعرف انه الليزر صديق الشعرية الصمرة بالضبط التخينة بالضبط فمعظم الشعب المصري عندهم الطبيعة دي انه الشعر أصمر وتخين فده معنى كده انه هيجيب نتيجة هيلة جدا مع الليزر ومش مهم كسفته على فكرة يعني مهما كانت كسفته مهما كنت مشعرة مثلا أو شعرك أصمر أو 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 بتتشال أحسن من اللي شعرها كمان فتح ومش مشعرة بكتير وعلى فكرة احنا الجهاز اللي عندنا في المركز بيشتغل على طايبس كتير قوي من الجلد يعني فيه أجهزة بتشعر على بعض الأنواع الجلد الفتحة بس أو الخمرية لا احنا عندنا الجهاز عندنا بيشتغل على درجات كبيرة من الأنواع البشرة مي ميزة كويسة أو في الجهاز اللي عندنا يعني بشرة فتحة بشرة غمق بالضبط ما فيش مشكلة فيه خلص بيجيب نفس النتيجة بيجيب نتيج كويسة جدا مع معظم أنواع السكن تايبس طيب فيه ناس بيبقى عندها مثلا في ظهرها شعر كتير أو في أماكن مش متعرف عليها برضو بيتعمل المساحات الكبيرة اه بيشتغل على كل الشهر احنا عندنا باكش كاملة للموضوع ده فيه بالمنطقة وفيه بنشتغل باكش فول بودي هير ريموفل بيشتغل على جلسة بالضبط طيب دي بتبقى جلسات يا دكتور هشام علشان الناس تبقى فاهمة مش جلسة فيه ناس تبقى لها جلسة مش جلسة مش زي الهايفو لكن الليزر لا جلسات شوية جلسات وبعد كل مدة ما نبعد الجلسة عن الجلسة يعني بنبعد الجلسات عن بعض كل ما بنعمل جلسات اكتر كل ما بيبقى المدة بين الجلسة والجلسة بعيدة شوية لغاية ان احنا ممكن نوصل بعد كده سنة ويمكن اكتر من سنة عشان نعمل جلسة طيب انا بنصح الناس بصراحة ان هم يعني يجربوا الجهازين دول واتفكر الناس بالعروض لاخر مرة يا دكتور هشام احنا عندنا الكشف مجاني في المركز الطبي مجاني العيان ما بيدفعش اي حي خالص عندنا خصومات تصل 50% على كل للخدمات اللي المركز بيقدمها عندنا برامج العرايس الجداد من ازالة شعر من تفتيح بشرة من مناطق الدكنة الجلسات النضارة للبشرة والعلاج للشعر كل ده برامج للعرايس بشكرك دكتور هشام على وجودك معنا النهاردة ديفي العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرتك مع ماسي ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسرمايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة يحن الحضرات المعروفة المعروفة بعض الاثرابة كالصر السرمايد والهيلورانيك اساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مُرخص من وزارة سبيلات وابتاة إنه مستحيل لكل طريق الناس. الماسي دورو جولد يمكن أن أعطي الوصول لكيبك وكيبك. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتق إيطالي الصنع. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات. من الأولى من ماسي دورو جولد ستبدأ مرخصاً، صفحة وصفة. أحد منتقات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا. ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر. ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات. ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا. ماسي دورو جولد أحد منتقات ماسي جروب. وأخيراً بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جداً في مصر والعالم العربي وبنات وأعمار مختلفة خالص. يعني من 18 إلى 50، 60، 70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات أكتر. طبعاً فيه شريحة كبيرة جداً. عارفت ماسي وتعاملت معاه وجربته. وفي ناس تانية لسه ما تعرفش أو عاوزة تعرف معلومات أكتر عنه. إيه الكريم ده؟ إيه الكريم اللي بيرجع شكل البشرة عشر سنين وراء؟ إيه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعة البشرة دي كلها؟ يعني هل في حاجة كده ده سحر ولا حقيقة؟ هو طبعاً حقيقة بشهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جداً. فإحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن ماسي دورو جولد مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينة أبو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. إزايك يا دكتور دينة؟ أهلا بيك أيومنا. عملا إيه. الحمد لله يا حبت. يعني أعتقد أن كل الناس بقى ندخل فيها ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا وعارفين. بس طبعاً في ناس كتير قوي لسه ما تعرفش في ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعاً أكيد. فحاوزين نقول لهم إيه موضوع ماسي دورو جولد؟ إيه سر ماسي دورو جولد؟ إيه الانتشار الرهيب اللي أنتو عاملينه ده؟ إيه النجاحات الكبيرة دي؟ يعني أقولك إيه؟ نص ستات مصر والوطن العربي جربوا ماسي. أنا أعتقد أكتر كمان. أعتقد أنا كمان. طول ما أنا ماشي في أي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه. فيعني الموضوع تشهر بشكل كبير جدا. ماسي دورو جولد فعلاً اتشهر بشكل كبير حقق نجاح كبير جداً في وقت قصير جداً يا يومنا. احنا في الموضوع تبقى لنا سنة 2 ونصف فعلاً لقى شهرة أكتر من منتجات بقى لها سنين طويلة. ليه ماسي نجح النجاح ده؟ ليه ماسي اتشهر الشهرة دي كلها؟ لأن ماسي دورو جولد يا يومنا الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون. ماسي دورو جولد الوحيد اللي بنعتبره كرس كامل لعلاج كل عيوب البشرة من علامات يتقدم في السنة. ماسي دورو جولد تصنع في 6 سنين أبحاث عشان يقدر يلائم كل أنواع البشرة. يقدر يلائم كل ألوان البشرة. ماسي دورو جولد الوحيد وأنه من أقوى منتجات التجميل في العالم. لعلاج التجعيد اللي بتقرقنا كتير جدا لعلاج الهالات السودة لعلاج تصبغات الجلد أصار حب الشباب لعلاج أي بقع نتجة بقى عن الشمس عن أصار حب الشباب أو عن حب الشباب أو حتى عن كوزماتيكس. أحيانا بيبقى فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية في البشرة بتبقى حمراء وبعدين بتقلب الحمر ده الغامع. ماسي دورو جولد بيعمل يونيفاي سكين كولر يعني بيقدر يوحد دون البشرة ويفتحها بشكل كلي. يعني بشكل كده ماسي دورو جولد الكريم يقدر يشد الجلد. يبقى ماسي دورو جولد عشان كده نجح النجاح ده لأنه فعلا الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن ومش بس الستات للرجالة كمان. يعني ماسي دورو جولد ملائم لسيدات ورجال. بنات الصغيرة في السن اللي تستخدم ماسي دورو جولد عشان تدي نظارة حلوة قوي. يمكن بنات صغيرة لسه ما عندهاش تجعيد لسه ما عندهاش هالات سودة لكن وشاها مطفي. وانس نوشها مطفي كارزمتها بتقل جدا. فإحنا عايزين حتى البنات الصغيرة يبقى عندهم طالة حلوة وكارزمه حلوة بماسي دورو جولد. هي الكارزمه دي هي الفكرة في الكارزمه دي. يعني أنت ممكن تلاقي واحدة حلوة زي الأمر وما عندهاش كارزمه. صح. بيخة ما عندهاش كارزمه. وممكن تلاقي واحدة تانية لطيفة ويعني مش بجمال التانية. بس وشها كله كارزمه وجاذبية ونور وإشراقة. فهو ده اللي احنا بنقوله الكارزمه أهم بكتير من أنه يبقى شكلك حلو. نيبقى عندك كارزمه ويا سلام بقى لو شكلك حلو وعندك كارزمه. دي قصة تانية خالد ده موضوع آخر. بس ماسي بيعمل الكارزمه دي. بيعملها ازاي؟ أنه هو بينور الوشي دكتور دي. بيحلي. يعني أنا الكلمة اللي سمعتها كتير من الناس كتير. أنا شكل حلو. لا وإحنا على طول يومنا بنقول ده أن ماسي دروغولد شعاره الأساسي أنه يقدر يخلينا نبدو أصغر سنيا أو شكليا عشر سنوات. عندي عملاء بيستخدموا ماسي دروغولد من الستات بيقولوا لي يا دكتور دي أنت بتقولي لي إحنا هنصغر عشر سنين أنا حاسن صغران عشرين سنة. فهو عشان كده بيحلي. يعني إيه ماسي دروغولد دي قدر يصغر في السن اللي باشر شكليا عشر سنين. يعني لو أنت مثلا متصورة صورة زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلا وشك مجدود ما فيهوش تجعيد. حتى وانت بتتحكي كل ده مفروض وحتى وانت بتعملي كده ما عندكيش المية وحداشر. بعد فترة لما بتيجي تتصور بتلاقي بقى مشاكل بقع مشاكل هالات السودة كل الحاجات دي وبعدين بتعود بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي. مش مشكلة الصورة المشكلة أنت لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبقى شكلك عامل ازاي. على طول بقول الست مهمة قوي وهي نزلة راحة شغلها يبقى شكلها كويس. راحة تعمل انتروفيو في الشغل على فكرة المظهر من أهم حاجات اللي تقدر تتقابل في شغلها. نزلة مع خطيبك لازم تبقى شكلك حلو جدا وعلى فكرة رجالك كتير قوي ما تحبش الميكوب الأوفر. يعني يعني ولها. وفيه ناس ما بتحبش الميكوب بخلص. أنا قبل كده الخطيب قال لي ايه اللي انت عاملاه في لحسك ده. مرة قلتها حط ميكوب. قالي شكلك من غير ميكوب أحلى بكتير. ففيه فعلا رجال كتير يا يومنا ما بيحبوش الميكوب الأوفر. فتعمل ايه بقى تقولك أنا بحط الميكوب عشان قداري عيوب. فهو خطيبها مش عجبه الميكوب. فهي ميسيد رجالك فعلا بيدي نتيجة حلوة قوي. على طول بقول احنا دخلين في موسم أفراح. فمحتاجين ان احنا نستخدم ميسيد رجالك عشان اديها تطلع لحلوة حتى وهي قاعدة في البيت. اكيد انا قاعدة في البيت مش هحط. يعني معاها نستخدم عن الميكوب خالص. بنسبة كبيرة جدا يعني يعني تبقى شوية مسكرة كفاية وشوية روش كده بس. بس كفاية قوي. بس عايزة اقول حاجة عشان كتير عملة بيكلمونا دلوقتي بيسألوا على العرض. العرض للأسف انتهى. احنا قاعدنا فترة طويلة جدا. كنا نفونا نقعد أسبوعين مدينها لأكتر من شهر. والحمد لللي عندي عملة كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز. بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم اقول لسانة المشاهدين اللي بتفرجوا عليه. يعني ده خبر هايزة عن الناس كتير. ما سيتعرف بانو كريم الدهب. وان الدهب مكون أساسي من مكوناته. واي حد بيحطه يشوف كمان الدهب. طبعا. الدهب طبعا حاجة فخمة جدا ان هي تبقى في كريم. علشان كده هو فخم. يعني هو انا بعتبره كريم من أفخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها. صح. فقول لنا بقى ايه المكونات الأساسية فيه غير الدهب. غير الدهب عندك الكافيار. الكافيار مهم جدا يا يومنا. الكافيار في خير البحر كله. وفيه معادن أحماض أمينية مضادة أكسادة. طب الكافيار هيعمل ايه في بشرتنا؟ احنا مناكله. فأولا بيبقى طعبه حلوة قوي سنين طبعا بيغز جدا. الكافيار على البشرة أهم. لأن كل الأحماض الأمينية والبروتينز بتحطيها دايكت على بشرتك. يعني كثير قولي خلاص احنا هنأكل كافيار ويبقى بشرتنا حلوة. كله لكو بقى عشرين كيلو كافيار حلوة. تعفت جرام بكام دلوقتي كافيار. يعني لو أعطي في أي مطعم بالمعلقة الكافيار دلوقتي. ماسيدروجولد المية وعشرين ميلي كله كافيار. الكافيار أنتيرنكل يعني يقدر يعالج التجايد. ويتنينج إفاكت بيعمل ويتنينج إفاكت عالي جدا. يعني يقدر يعالج هلات سودا. يقدر يعالج أصرحة بشباب. يقدر يغنيكي فعلا تماما على الميكب. كمان بيحتوي على الأنتي أكسيدانت. يعني بيعالج وبعد ما بيعالج بيعمل وقاية من ظهور المشاكل الزيتان. يحتوي على فيلر بدرجة عالية جدا. الفيلر إيه أهميته غير أنه بيعالج التجايد بيعمل وطوب عالية قوية يمنى. يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا عن موضوع الفيلر؟ ممكن يستغنوا عن الفيلر والبوتوكس. في حالة التجايد السطحية بيغني تماما عن الفيلر والبوتوكس. على طول بقول في التجايد العميقة بنصح باستخدام ماسيدروجولد مع الفيلر والبوتوكس. يمكن فيه سيدات كتير عندها تجايد عميقة وبتقولي دكتورة دينة أنا مش عايز ألجأ مثلا للحق أن أنا كل ستة شهور لازم أرجع أحيان. بقولها تستخدم عبوتين من ماسي لأن التجايد العميقة بتحتاج فترة أطول. لأن كتير يقولي طب أنا دلوقتي جبت ماسي. هحطه النهاردة الصبح لأي وشي مجدود وما فيش تجايد. النتائج. دايما بيسأله عن النتائج بتبين بعد قد إيه؟ ماسي أنت أول شهر بتشوفي نتيجة. أول شهر بتشوفي تحصل. الشهر الثاني بتشوفي تحصل أكتر. الشهر الثالث بتشوفي تحصل أكتر. أكتر بالنسبة للتصبغات والتجايد. بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشي كتعالج تماما. ماسي درجال دي بيكفي قد إيه؟ بيكفي ستة شهور. لكن نتيجة النظارة والنعومة وأحيانا شد البشرة من أول الاستخدام. طيب هي ستة شهور هي كبيرة مش صغيرة. يعني هتكفي الستة شهور. طيب. طيب. هل في طريقة معينة للاستخدام ماسي يا دكتورة دينا بأنه منتج فخم؟ هل في طريقة معينة؟ هو سهل. أنا على طوبة أقول ماسي درجال ده السهل الممتنع. ماسي كريم بيتحط يوميا صباحا ومساءا. عايزين نحطه مرة واحدة بس بنفضل مساءا. ليه مساءا؟ ليه؟ عشان أنت بتبقى لجع من بره وبتنامي وبشيط بمرتاحة في تقدر تستفاد من ماسي درجال ده بكمية عالية جدا. زي ما احنا شافين الموضل على الشاشة دلوقتي هي هنا غسلة وشاة. انت بتتغطي 3-4 ضغطات على كاف في ايدك. بتوزيع على وشك كله. ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبة. هل ماسي درجال ده مناسب لتحت العين؟ مناسب جدا لأنه بيعالج التجعيد والفاين لينز اللي تحت العين. وكمان بيعالج الهالات السودة فما ننساش تحت العين. كتير بيسألوني كمان عن المسامات الواسعة. ماسي درجال ده بيحسن المسامات الواسعة لأنه فيه أسترينجت إفاكت. كمان بيسألوني عن تهدولات التحت العين. ماسي درجال ده بيقدر يحسن تهدولات التحت العين لأنه كمان بيشد الجلد. وبيمتص بسرعة. يعني للبشرة الدهنية يكون لطيف جدا. هاي للبشرة الدهنية. طبعا ليه ماسي درجال ده بيمتص بسرعة؟ كل العمل اللي استخدموا ماسي درجال ده عارفين أنه بعد 5 دقائق انت بش حط كريم. وشك فيه رضارة بس مش حاسن وشك مزايد. نتيجة أن ماسي درجال ده متصنع بطريقة نانو تكنولوجي. يعني كل الجزئات صغيرة جدا تقدر تخترك السكن باني الباريير وتقدر تخترك طبقات الجلب. كمان ماسي درجال درجال اكوا بيز مش اويلي بيز يعني قدر يمتص كويس جدا. ماسي درجال درجال مش بس مناسب البشرة الدهنية كمان البشرة الجافة والبشرة المختلطة أيضا. طيب نروح لتقرير؟ يلا تفضلوا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب شوفنا في التقرير إن لوكي فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليكوا كمان أرقام كتير هتقولي الفروع فين والتواصل معكم بيكون إزاي الشركة الرئاسية بتاعتنا الشركة الأم متوجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إيطالي عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم إيجاب مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جايف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركتنا الثانية في دبي ماسي فارم جايف المستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات وريب هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقرها ولاية فلاديلفيا والولايات المتحدة الأمريكية نقدر نتواصل فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس سوشال ميديا صفحاتنا على الفيسبوك ماسي دورجولد مش موجود في الماركت خالص لأنك تيبوا لي أن بننزل ندور عليه ماسي دورجولد حصري لشركة ماسي فارم اللي أرقامها ظهر على الشاشة طيب دكتورة دينا وكمان ماسي مرخص من ثلاث أماكن أيها مكان واحد ثلاثة يعني كل مكان أصلا من دول صعب جدا أنه أي حد ياخد ترخصهم لأنه فيه دقة شديدة جدا فأنتو أغدين ثلاث حاجات أول حاجة على طول مبديدي بيها وزارة الصحة المصرية يعني ماسي دورجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية وعلى كل علبة من علم ماسي دورجولد وورا العلبة رقم الترخيص وترخيص ظهر على الشاشة دلوقتي كمان تاني حاجة ماسي دورجولد متصنع في إيطاليا يبقى مترخص من دول الاتحاد الأوروبي كمان تلاث حاجة مترخص من الإمارات حكومة دبي وشركة ماسي فارم الوحيدة اللي بتعرض ترخيصها على الشاشة يومية وده حاجة كويسة جدا ويمكن في ناس كتير قوي دكتورة دينا بتقول طب النتيجة النتيجة هتبان بعد ماشي بعد مدة وبشرتي هتتحسن بشكل كبير هلأ أنا مضطرة بقى يعني بعد ما خلص الكورس إيه اللي هيحصل لبشرتي يعني هجيب تاني ولا هبقى خلاصة تعالجت ولا هي فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهر وبتروح ولا إيه بالزبط بعد ما بتخلص العلبة يومنا أنت عليك تحفظي يعني عالطول بقول دي مسؤولية كل حد بيستخدم ماشي دروغولد أنه كل ما بتحفظي كل ما النتيجة بتطول معاك ماشي دروغولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجة أن الفيلر والبوتوكس أنت بتشبعي بشرتك بالفيلر مرة واحدة تحت الجلد لكن ماشي دروغولد أنت المية وعشرين ملي فيهم فيلر فأنت بتشبعي بشرتك يوميا لمدة ستة شهور بالفيلر فأنت بعد ما بتخلص الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماسي درو جولد فبتقعد فترة طويلة وشي كويس جدا ورقبتك لكن كل ما بتحفظي انك انتي تنزلي الشارع مثلا فيه شمس قوية جدا تحطي واقي شمس دي حاجة مهمة ما ننساش نشرب مياه الجنك فود برضو سعب بأسر فانتي كل ما بتطويلي المواد بتاعت انك انتي تحفظي كل ما نتيجة ماسي درو جولد بتبقى احسن واقوى معك لكن عايز اقولك ان عملة كتير مش بيستنوا وحيات ربنا يعني فعلا عندي عملة كتير قبل ما العلبة بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتورة دينا بعتولي النهاردة عشان فاضل ان انا حط النهاردة بالليل بس فلازم العلبة الجديدة تبقى معي عشان مش don't skip yome يعني يعني كتير يقولي طب يا دكتورة دينا انا حطه مرة في الأسبوع عايزاي يفضل فترة طويلة معك ما ينفعش يعني على تقول اقول ما ينفعش ده كورس لازم يتحطي كل يوم لكن لو ننسينا يوم مش قضية لكن مش ناخد على جدا وبعدين الحلوة في ماسي نكنتي بتحطيها مرة يوم مرتين مش زي نكنتي مثلا تبقى عندي 50 حاجة تحطي بزبط انا في دي مع كل ستات لازم تنسى لكن ماسي 56 مكون الـ 50 الف حاجة الموجودين في التسريحة اختصناها في علبة واحدة فدي حاجة سهلة فمش معنا ان احنا عملنا لك حاجة سهلة جدا انها كمان تتنسي فلازم يتحطي يوميا لمدة 6 شهور نسينا مرة مافيش مشكلة نعيد تاني تاني بس هو المقصود ان عبوها واحدة بتكفي لجميع المشاكل يعني هي متصنعة لان هي تعالج في خلال 6 شهور دول المشاكل البشرة مشاكل علامات التقنم في السن اللي بتقرقنا جدا والمشاكل اللي قدر يعالجها مسي دروغولد مكتوبة على العلبة لكن مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا البوهاء لا لكن العلامات التقنم في السن وانا احنا نصغر طبعا يقدر يعالجها بشكرك على وجودك معي دكتورة دينا شكرا نضفتي العزيزة دكتورة دينا ابو سعود حلقتنا خلصت تقدروا تتواصلوا معي او تبعتولي اي اسئلة على صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتولي على الصفحة دي بنقابلكو يوميا 13 عصرا والاعدة بتكون 8 صباحا والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب اشوفكو بكرا ان شاء الله وانتو في احسن صحة وفي احسن حال كنت معاكم يومنا طولان سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة